ظاهرة انتشار الكلاب السائبة من الظواهر التي باتت تقلق المواطنين في ذيقار حيث أن انتشار هذه الحيوانات المفترسة في الشوارع العامة والدوائر الحكومية يعد بيئة غير صالحة لعملية انتقال الأمراض والأوبيئة للناس فضلا عن تعرضهم لمخاطر قد تكون قاتلة في بعض الأحيان لم تكن مجرد حيوانات ألفة بل أصبحت خطرا يهدد حياة المواطن في الناصرية لما تسببه من انتشار أمراض وإزعاج كبيرين الكلاب السائبة بات الظاهرة يعاني منها الذيقاريون حيث الشوارع والدوائر الحكومية والمناطق السكنية التي تعج بها محافظة ذيقاري اليوم تعوج بالكلاب السائبة والمنتشرة في كثير من المؤسسات حتى الحكومية ومنها المستشفيات وبعض حتى المدارس وغيرها من المنشآت الحكومية ونهيك عن مركز المدينة وعدد من الأقضية والنواحي هذا الموضوع يطلع بإجراءات حازمة وعدم إلقاء اللوم من دائرة على دائرة يجب على جميع أن يتحمل المسؤولية تجاه هذه الظاهرة التي باتت تهدي صحة المواطنين وأمنهم وحياتهم أن تكون ظاهرة كلاب سائبة منتشرة في الشوارع وفي الأزقة وفي الأماكن العامة وتصب هذه الكلاب بعض الأمراض وبعض المشاكل هذه حالة خطيرة جداً لا بد للحكومة المحلية والدوائر المعنية أن تعي هذه المسألة في الآونة الأخيرة مما جعل الإعلام يرصد هذه الظاهرة مديرية البيطرف الناصرية طلبت الحكومة المحلية في ذيقار بتوفير الخراطيش والموافقات الأمنية لكي تسمح لها بمكافحة الكلاب السائبة والتي حددت وقت القضاء عليها بـ 15 يوماً قابلة للتجديد قدمنا اقتراحاً للسيد المستشار الزراعي في محافظة ذيقار بأن يوفر كل دائرة ممكن أن توفر لنا الخراطيش نحن عليه استعداد للقيام بالواجب والقضاء والمكافحة ومكافحة الكلاب السائبة في المحافظة ونحن ننتظر الرد من المحافظة للقيام بحملة شاملة لمحافظة ذيقار لمدة 15 يوماً تضافر الجهود بين الدوائر ذات العلاقة هو الحل الأمثل للخلاص من مشكلة الكلاب السائبة والتي إذا بقيت على حالها ستتفاقم بصورة يصعب حلها من البدري قناة الرشيد الفضائية الناصر